اشتركوا في القناة وسبق النص قرار الحظر الذي أصدرته وزارة التجارة الخارجية في العشرين من سبتمبر الماضي على حظر استراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك للبلاد من مصر بجميع أصنافها سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة حرصا على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وعز وزير الصناعة أسباب طلب إضافة الأصناف الثلاثة المتمثلة في المربى والسلسة والكاتشب لقائمة المنتجات المحظورة استيرادها إلى أن المواد المحظورة استيرادها تأتي مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة إلا أن تصريحات منصوبة لوزير التجارة الخارجية السفير صلاح محمد الحسن بإحالة الأمر لهيئة المواصفات والمقاييس جعلت ذلك الإجراء مرجأ التنفيذ مما يعني استمرار استيراد تلك الأصناف الثلاثة لحين ظهور نتائج الفحص الخاصة بها لعل القرار الحالي يفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول سبول تنفيذه خاصة بعد إرجائه وربطه بنتائج الفحص المعملي وأين وصلت نتائج الفحصات التي أعلنت وزارة التجارة الخارجية إجراءها في سبتمبر الماضي وهل يوجد رابط ما بين الموقف السوداني الحالي والقرارات المصرية الأخيرة المرتبطة بتعديل أسعار الإقامات وتطبيقها بأثر رجعي باعتبارها جزءا من الخلافات غير المعلنة أم أن أزمة زيادة أسعار الإقامات انتهت فعليا وتم تجاوزها وعلاجها بقنوات أخرى دبلوماسية ولا توجد صلة مباشرة لها بالقرار الأخير لوزير الصناعة المرتبط بالجوانب الصحية والمكمل لقرارات حظر الصادر من خمس دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة العربية السعودية والكويت واليابان لبعض المنتجات الزراعية المصرية مما يجعل القرار فعليا بعيدا عن خلافات السياسة ومتصلا بصحة الإنسان والنبات والحيوان